السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب وطالبات الصف الخمس الابتدائي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب المعاصر النهاردة ان شاء الله يا ولاد معي صفحة 206 و207 يلا مع بعض نشوف السؤال الاول بيقول لنا ايه السؤال الاول listen and write t يعني true صح if يعني false يعني خطأ I like natural trail trips انا بحب رحلات المنتزه الطبيعي ايوة true ده طبعا نصوص الاستماع موجودة في نهاية الكتاب I like to go to the blue legon true blue legon is at horgada لا هو مش في الغردقة يبقى false blue legon is a nice place for reading لا طبعا هو مش للقراءة يبقى false برضو طيب السؤال التاني يا ولاد بيقول لي read and match A with B ادي العمود A و ادي B where did they ده سؤال طالما where لازم اختار الجملة اللي فيها علامة استفهام where did they decide to go هما قرروا يروحوا فين he did his work happily هو بيعمل الشغل بتاعه بسعادة ظرف يا ولاد اخره اللي يبقى هنا رقم 2 وادي ديجلا is a nice place to visit وادي ديجلا مكان جميل علشان تزوره number 3 the weather was cold and it rained heavily التقس كان بارد ومطرت يعني بغزارة يبقى هنا رقم 4 we can swim in the red sea نقدر نسبح في البحر الأحمر يبقى هنا رقم 5 يا سنة 5 طيب نشوف اللي بعده السؤال التالت يا ولاد بيقول قعد ترتيبك كلمات عشان تعمل جمل صحيحة أول جملة هنبدأ بيها she طبعا هنبدأ بكلمة she دي الفاعل عايزة فاعل عندي wants وعندي go طيب المفروض يا ولاد ان go هي اللي هتيجي بعد to عشان go دي مصدر لكن الفعل الأساسي عندي هيكون مضارع بسيط اللي هي wants she wants to go on a trail هي عايزة تروح منتزة طيب الجملة اللي بعديها which the سؤال which nature trail do you like which nature trail do you like وده سؤال يا ولاد كأني which nature trail دي كلمة استفهام وبعدين فعل مساعد do هدين فعل you وبعدين like فعل أساسي وعلامة الاستفهام طيب الجملة الثالثة هتقولي she she speaks مضارع بسيط she speaks لا كمان عندي usually يبقى she usually she usually speaks speaks politely politely طيمن بتكلم بأدب to her parents أدي الجملة هي أولاد أدي الجملة هي أولاد she usually speaks politely to her parents طيب أفر جملة my father my father والدي بابايا can swim well can swim well يعني هنا will deserve يا أولاد طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقولي إيه السؤال الرابع يا حبايبي بيقولي read the text and answer the question اقرأ الفقرة وأجب على الأسئلة hi reem نخلي بالنا صاحبتنا هنا بتكلم مين اسمها دينا دينا بتكلم مين بتكلم ريم how is life يعني الحقيقة عاملة إيه معاك guess what خميني بقى في إيه my family and I want to go on a trail to waady digla or the blue lagoon at the hub أنا وأسرتي هنروح بنتزى waady digla أو blue lagoon في دهب mom said mom قالت لي I can take a friend أنا ممكن أخد صديقة معايا and I want to take you وانا عايزة أخدك يمين يا صاحبتي ياريم can you come ممكن تيجي mom said you and I can decide which we like best of the two places ماما قالت إن أنا وانت ممكن نقرر أفضل مكان فيهم نروحه باقي باقي الفقرة يا أولاد waady digla is cool لطيف because you can see lots of animals عشان هنشوف حيوانات كتير but you can swim at the blue lagoon لكن ممكن نسبح في البلو لاجون I know you walk quickly أنا عارفة أن أنت بتمشي بسرعة and swim well وبتسبحي يعني بطريقة جيدة so which natural trail do you like علشان كده قول لنا أنهي منتزه طبيعي فيهم بتحبي أكتر also what dates do you prefer وأي تاريخ من دولة تفضلي 13 ولا 14 july or 21 20 21 july bye for now bye bye دلوقتي دينا أنا صاحبتك دينا طيب السؤال الأول بيقول this tickets is about الفقرة دي عن ايه عن طبعا natural trail طيب the underlined word quickly كلمة quickly دي أولاد معناها ايه هنا means معناها fast سريع why is wadi digla cool طبعا الإجابة اهي واضحة جدا because you can see lots of animals اهي يبقى دي يا حبيبي رقم 3 because you can see lots of animals who does دينا want to take with hair مين دينا عايزة تاخدها معاها لو احنا مركزناش فإنها فوق بتقولها هاي ريم مش هنعرف إنها ريم يبقى هي عايزة تاخد hair friend ريم صحبتها ريم طيب هنا كمان ممكن نكتب يا أولاد because you can see lots of animals طيب إيه البنكتوشن يا أولاد بيقول لي when do they decide to go home طبعا ال-w بتاعت وين وبنكمل وبنكمل وآخر الجملة طبعا بدأنا بسؤال وين يبقى لازم نحط question mark طيب الجملة التانية يا حلوين بتقول لي my 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 friend is an active person يعني صديقي شخص نشيط وحط نقطة لإن دي جملة عادية بدأت بماء طيب السؤال اللي بعد بيقول لي write a paragraph of forty words using the following guiding elements عن ايه الparagraph عن ال-nature trails المنتزهات الطبيعية blue lagoon وسويم اهو يا حبيبي أنا عملت الparagraph natural trail is a place you go for a hike in nature to see the plants and animals I like nature أنا بحب الطبيعة so I always go to nature trails in Egypt I go with my family بروح مع أسرتي we take water and snacks بناخد معنا مية واجبات خفيفة we enjoy our time بنستمتع بوقتنا we are very happy وبي نكون سعداء ممكن نقول هنا I go to blue lagoon I can swim there I go to blue lagoon I can swim there بروح بلولاجون وممكن أسبح هناك وبكده يا حلوين يكون الصفحة بتاعت 206 و207 خلصت استنوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاية باي باي ترجمة نانسي قنقر ال simplify